مساء الخير وأهلا بكم في حلقة جديدة من ترانز النهاردة هيكون معنا زي ما عودناكم كل أخبار الشغلة تنتبهكم على مدار الأسبوع على السوشيال ميديا ودلوقتي هنبتدي بأول فقراتنا ترانز آف دي ويك المغرب تكتب التاريخ مارات سلين ديون ليسا تتجاهل الرد ويلا نعرف كل التفاصيل المنتخب المغربي قدر أنه يتصدر التراند عالميا وده بعد ما فجأوا العالم كله ووصلوا لقبل نهائي كاس العالم وده بعد ما قدروا يخرجوا فرق كبيرة جدا وكانت مرشحة للفوز بالبطولة زي طبعا أسبانيا والحقيقة أنه عدد كبير من لعاب المغرب قدروا أنه هم يكونوا متصدرين التراند بسبب الأداء المبهر اللي بيقدموه طبعا وكان في مقدمتهم الحارس ياسين بونو واللي قدر أنه يفوز بلقب رجل المباراة وده طبعا كان أصاد البرتغال مش اللاعبين بس اللي تصدروا التراند ولكن أمهاتهم كمان يعني شفنا حالة من التفاعل الكبيرة على السوشيل ميديا مع لقطة رأس اللاعب بوفال مع والدته وكمان حضن أشرف حكيمي لأمه واللي بقينا متعودين عليه في كل ماتش وزي ما كان فيه لقطات إنسانية كتير كان فيه لقطة طريفة برضو ومنها لقطة آخر هجمة لمنتخب البرتغال واللي ضياعها اللاعب البرتغالي وبعدها راح مدافع المغرب بشكل طريف وباس دماغه النهاردة إن شاء الله المغرب حتلاعي بفرنسا كمان ساعتين وتحديدا الساعة 9 بتوقيت مصر نتمنى طبعا الفوز للمنتخب المغربي وإن شاء الله يوصلوا للنهاية النجمة العالمية سلين ديون كانت حديث العالم كله الإسبوع الفات وده بعد ما نشرت فيديو لها على الإنستجرام كشفت فيه عن إصابتها بمرض نادر في الأعصاب حيتسبب فيه ابتعدها عن الغنى لفترة طويلة سلين ديون قالت في الفيديو اللي تفعل معايا ملايين المشاهدين كان من الصعب حقا بالنسبة لي مواجهة هذه التحديات والتحدث عن كل ما مررت به شخصت بإصابتي بإضطراب عصبي نادر جدا أخيرا يعرف بمتلازمة الشخص المتيبس اللي بيسيب واحد من كل مليون شخص بينما لا نزال نتعلم عن هذه الحالة الندرة نعرف حاليا أنها سبب وراء التشنجات التي أعاني منها والتي تتسبب في صعوبات أحيانا في المش كما تعيق القدرة على استخدام الأحبال الصوتية بالطريقة المعتادة كلام سلين ديون خلى الجمهور يعبر عن حزنه الشديد في تعليقات كتير كتبها لها وكان كل القامل صعبارة عن رسائل في حب سلين ديون موسيقى ترجمة نانسي قنقر في المنطقة ترجمة نانسي قنقرات قدرية ترجمة نانسي قنقرات تشغيل مجدد من المنطقة ومعنا نحن نتعلم عن ترجمة نانسي قنقرات نحن نعلم أن هذا ما يتحدث كل هذه المشاركات التي أمتلك اللي تنصحوا بالاعتزال فرد أحمد ماضي وقال إليسا عدت الـ 56 سنة ومبقيتش صغيرة أنا كنت صغيرة لما هي بدأت تغني ودلوقتي شعري بقى أبيض مين الفنان اللي بتنصحوا يعتزل الغنى؟ يعتزل؟ إليسا ليه بعد صغيرة؟ خلاص شو صغيري قطعت الـ 56 شو صغيرة؟ شو ليه؟ وشو ليه أنا كنت صغير لما كانت يرستدي الفان كنت طفل بعدني أنا شعري كله أبيض صار هلأ حاطت شوية سبريم اللي خل الجمهور على السوشيال ميديا يستغرب من التصريحات دي هو إن الشاعر أحمد ماضي عمل أكتر من أغنية نجحة جدا مع إليسا والتعاون ما بينهم بقاله سنين وكان آخر أعمالهم سوى أغنية أنا وبس واللي حققت نجاح كبير جدا بمجرد صدورها وبالرغم من التصريحات اللي وصفها البعض بالمستفزة إلا إن إليسا تجهلت الموضوع نهائيا وخرجت بفيديو على صفحتها على الإنستجرام بتهاني فيه الشعب المغربي بالنجاح الكبير اللي بيحققوا المغرب في كاس العالم وطبعا تجهلت تماما كل أسئلة الجمهور اللي بيطلبوها فيها بالرد على أحمد ماضي وبكده تكون خلصت فقرة Trends of the Week